السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبسرعة في وصفة جديدة إن شاء الله أتمنى تكون أمركم كلها على الخير والأخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله اليوم إن شاء الله بغض نخدم معكم وحتى سينامون رول ذاكى غنيا على التعريف ولكن ربما أريد أن تنجح الكريم الأن على طريقتي أنا ويBuildade ويقوم بوضعة الكريمة من الفوق جيدة بساكل والعجين ديالوك يجي واحد للعجين اللي هو خفيف وناجح وخليكم معي باش نعرفه المقادير وقبل كل شيء اللي عاد غتيشوف في فيديو ماينساش يدير اشتراك ويفعل جرس باش كيوصلو الجديد وكذلك للاك وبسم الله اول حاجة غدي نخدمو العجين عندي هنا مرقة كبيرة للخميرة الفورية غنزد عليها كاس ديال الماء اللي هو دافي وغنضيف جوج معات كبار ونصف ديال بودرة الحليب كيفما تقدروا تتعاوضوا بودرة الحليب بكاس ديال الحليب اللي هو دافي وغنضيف جعلهم جوج معالقة ديال السكر غدن خلط المكونات مع بعضها وهنا غدنضيف معلقة صغيرة ديالك الملحة وغادي نزيد على المقادر واحد بيضة كاملة وغادي نعود نخلط كل شي حتى كتتحلي يا ديالك البيضة وكتندامج مع الخالات وهنا عندي الدقيق 400 جرام ديال الدقيق اللي هو مغربي هنبدأ نضيفه على الخالات بشوية بشوية وانا كنجمة وغادي نضيف الكمية المتبقية ديال الدقيق وغادي نجمع كل شي باليد صافي من بعد ما كتجمع ديال العجين غادي نحاول انا نحيدها من هاد البول هكذا وغادي نضيف لها جوج معالقبار ديال الزبدة وغادي نحاول اندخل ديال الزبدة في هاد العجين هي غادي تبدأ العجينة تطلق لكم في حالي كدت كتلصق ولكي ما تخافوش منها غير كتبدا وكتجمعوا هورا هاد هي تجمع كاملة كيف ما كتشوفو اهي من بعد ما تجمعت كنجل كوها مزيان سافي وهنا غادي نغطي عليها واحد عشرات دقيق وغادي نرجع لها وهنا غادي نحضره بحشوة اللي غادي تكون في الوسط هاد سينامورول هنا عندي كاس ديال السكر البني تفطليها معالقة كبيرة ديال القرفة وغادي نضيف كذلك معالقة ديلة بودرة الشوكولة الحلوة وكيجي هو هكتا الخليط من بعد ما حركناه ما بديتهم غادي ندوزول تاكل عجين اللي كنا غطيناه خليناه من بعد ما ارتاح لنا واحد عشر دقيق كيف كيجي هكيجي العجين رطب غادي ناخده سطح العمال غا نرشوه بالتقيق بالابياد وغادي نتلقو هاد العجين بالمدلك وهنا كنصرحو العجين كامل غادي نصرحو وحتاجي شيا لها تشكيل كتا تتلقي العجين كامل فوق سطح العمال كيكون كتاب كتير شوية مرغيق شيء بزيف شوية وغادي ناخد معلقة ديلة الزبتة وغادي نطلقها على هاد العجين يعني غادي نتهنها الوجه ديلها كاملة هاد معلقة هنا معلقة ونصف ديلة الزبتة سوف نطلقها كاملة فوق سطح العجين وغادي ناخد السكر اللي كنا وجدنا او هذه الخلطة اللي كنا وجدنا ديت القرفة مع الكاكاو مع السكر الاشقر او السكر بني وغادي نرشو فوق العجين كامل على هاد شكل كيف ما كتشوفو سافي هنا انتهيت دونك هادي نجي لبداية ديت العجين وغادي نرولي في هاد العجين كيف ما كتشوفو حتى يولي عندي شكل ديل بودان او لا شكل ديل رول او هنا كنكون انتهيت كيجي شكل ديلة هاكذا مروليا غادي ناخدو واحد الخيط باش غنضوبلوه باش تمتو انقطعو في هاد العجين الى دوائر وكنستعملو الخيط تشكيس هال علينا وماش غيجينا العبارات سمقاتين هناخدو جو صباعات ديلنا وبدو كنعبرو عليهم نديرو جو صباعات وكن نتراسي ونعود نعبر بجو صباعات وكنتراسي حتى غنكمل كل شي ونبدأ كنقطع بالخيط او سافي كنجي العمل يسال هلاب الخيط حسن من السكين باش ببقى هادا اه رول اه مقاد وما تخرج لديك الحشوة اللي كتكون في الواسط او ومن بعد نكملت التقطاع ديل الرول هكذا يعني كل شي جامقات او سوف ناخدو واحد المول اللي غادي دخل لنا الفران وغادي ندهنوه بالزبدة ضروري يدهنوه بالزبدة باش ما تلسقش لكم ذاك السكر من اللي غادي دوب بعد اللي بحلا كغامل يعني كيلسق شوية في اللي غادي دخل الفران دوكتار روري ان انا ندهنوه بزيان بزبدة وصافي هنا ستصفتهم كاملين غادي نغطي عليهم ونخليهم واحد ساعة لاروب ولا خمسة واربعين دقيقة وكيكونوا خمروا ووجدوا هذا الشكل من بعد ما خمروا سوف ندخلهم الفران كيطابو من تحت ومن الفوق عادي وهذا والشكل ديالهم من بعد ما كيطابوه كيش اشكل ديالهم حمار وكيعطي واحد اللون اللي هو دهبي وزوين كنت سنوه علي هكذا كيبرد وغادي ندوزو باش نوريكم الكريمة او للخطة اللي كتجي من الفوق ديالهم كتجي واحد كريمة اللي هي زوينة او بالديدة في المتاق ديالها والرائحة اللي طالع من هادو معدك القرفوس كار رائحة لديدة وشاهية والكريمة اللي غادي جي من فوق السينامون رول غا نحتاجو لها جوج علاب ديال ياورت بيرلي او لا ياورت جبن ديالجبن كنفرغوهم بزوج بيهم في واحد الاناء دعليهم معلقة كبيرة ديال السكر البودرة وغا نضيف كذلك جوج معلقة ديال حليب بسائل وغا نضيف معلقة صغيرة ديال الفاني غادي نحرق كل شي وغادي نحصل على واحد الكريمة اللي هي لديدة وفي نفس الوقت سكتكون كريمة اللي هي سهلة يعني مفاشتها قيدس بساف وغادي نحاول نفرغها كاملة فوق هاد السينامون رول هنا الوصفة الاغلبية كيدير الجبن الكريمة يعني يعلبها ديالجبن الكريمة ولكن هاكدا هاد بغلاي كتجي ألد كتجي ألد وهنا غادي نفرغ كل شي فوق هاد السينامون رول من بعد ما كيتغطى كل شي كيجي على هات الشكل وغادي التزيين غادي نوضع هاكدا هاد هاد اللي بمبون اللي كيجيوا على شكل ديز اتوال هاد نحط من الفوق هاكدا وغادي نرش بحبيبات تيالي بمبون وهم هادو را كيتبعوا في المحلاتي الحلويات كيف ما تقدروا تديروا غير خطيطة ستيل الشوكولة او لا صص الشوكولة او لا تديروا فوق منهم اللوز هاكدا هرميش محمر تقدروا تزينهم كيف ما بغيتوا في التزيين وكيجي شكل النهائي هو هادا كيجي ولدات كيجي رائحة طالع منهم رائحة اللي هي لديدة وحتى الكريمة اللي صاوبت معاكم اللي هي كريمة سهلة وفي نفس الوقت كريمة اللي هي لديدة بثاف انا حاول نقطع لكم واحد لوحدة باش غادي تشوفوا كيفاش كتجي من الواسط اللي يعجبوا الفيديو ما ينساش يدير لايك وكومنتاك مشاجع ولي عاد غادي يشوف القناة مرحبا بيه ونضموا الى قناة طبان كوزين نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونال استحسانكم ما تنساوش تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم هكذا كتعم الفائدة عليكم وعلى الجميع خليكم فرحة الله ومع السلامة